هل سيتم التمديد لأسوريو لمدة سنة جديدة؟ الإجابة الزمالك بيتفاوض مع الراجل مستني يرجع من الأجازة برضو علشان ياخد ماتة بقى من مستحقاته ويبدأ يتكلم معاه في طلباته لسنة جديدة لأن الزمالك بحسب المعلومات اللي عندنا انه شايف ان الراجل ده مشروع وانه من أفضل المدربين وانه عايز يحمي استمراره بعد الأداء الجيد اللي ظهر بالزمالك تحت قيادة أسوريو في البطولة العربية فعايز يحمي استمرار المدير الفني الكولومبي مع الفريق كما يظهر أمام حضراتكم في العرض اللي على الشاشة لأنه عنده عروض خارجية فما فيش تفكير في التفريط فيه هم عايزينه يجدد كمان يمدد فقالوله كل فلوسك المتبقية هندفعها لك وهو ده متمسك بيه ومتمسك كمان بتوفير اللاعبين ومستحقات اللاعبين علشان يكمل وعشان يمدد إلى جانب ضم عناصر أجنبية جديدة من مدرب عام ومدرب آخر للأحمال كل كل فلوس يعني أي أزمة الزمالك واقع فيها محتاجة عشان يحلها فلوس كورة بقى يد طائرة سلة كلها مشاكل مرتبطة بالفلوس النهاردة بيرامدز أعلن ضم محمود مرعي تاني واحد يجي من فيوتشر بعد مهند لاشين ليصبح ثالث اللاعبين القادمين من فيوتشر إلى بيرامدز هو بوبو المنتظر أن يتم الإعلان عنه رسميا إما غدا أو بعد غدا على أقصى تقدير محمود مرعي لاعب فيوتشر كان أحد اللاعبين اللي تقلقوا الموسم اللي فات وكان زيه زي بوبو هدف من أهداف الأهلي لكن الأهلي انسحب في النهاية تاركا المجال لبيرامدز لدعم قائمته بصفقات قوية جدا وهو مقبل على المشاركة لأول مرة في تاريخه في دوري أبطال إفريقيا في النسخة المقبلة خلينا أقول لكم سريعا جدا 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 الكابتن علي ماهر طالب التعاقد مع ثناء فيوتشر عمر كمال عبدالواحد وأحمد رفعت من فيوتشر علشان ينضمان إلى المصري البورسعيدي أما بلدية المحلة فضم لاعب فاركو عبدالناصر ديمارية الجناح الأيسر أو الأيمن لمدة ثلاث سنوات وزد ضم محمد إسماعيل لاعب دفاع فريق أمبي لمدة ثلاثة موسم بعد الفاصل الكابتن محمود عبدالعاطي دونجا نجم وسط فريق بيرامدز هو ضفنا في الماتش فخليكم موجودين معنا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة